وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مدريات الصحة بمحافظة أسوان وصلت أعمالها لليوم الثاني والأخير بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشاركة ثماني تخصصات ومعملين للدم وطفيليات والأشعة والصيدلية التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا ووقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف الأدوية بالمجان لـ 1023 شخصا بالإضافة إلى تحويل حالات للمستشفيات التابعة لمدريات الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة أرانين المغناطسي بالمجانة